مساوكم سعيد مشاهدين الأكارم أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج البلد اليوم سنتكلم فيها عن آخر الإحصائيات كالعادة لانتشار كورونا فيروس في الجزائر دائما الحصيلة تصدر في الجزائر في حدود الساعة الخامسة الحصيلة اليوم كانت ثقيلة نوعا ما من ناحية الوفيات يمكن أن نعتبرها الأثقل إلى غاية الآن في الجزائر تم تسجيل اليوم بحسب الأرقام الرسمية التي تقدمها وزارة الصحة عن طريق اللجنة المخصصة لمتابعة انتشار فيروس كورونا آخر الإحصائيات تتكلم عن تسجيل في اليوم الأخير فقط في الجزائر في 24 ساعة الأخيرة 131 حالة إصابة بالفيروس في الجزائر والأرقام تتكلم عن تسجيل 14 وفاة جديدة في 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 58 حالة وفاة وإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 847 حالة الفيروس منتشر بحسب نفس المصدر ونفس الإحصائيات في 39 ولاية عدد حالة الشفاء هو 61 حالة الشفاء مشاهدين قبل أن نفصل أكثر في الأرقام في العالم نتوقف لنفصل في الأرقام هنا في الجزائر قلت عدد الحالات إجمالي حالات المصابة 847 حالة عدد الوفيات 58 حالة وفاة في الجزائر تتوزع هذه الحالات عبر 39 ولاية أولها ولاية البوليدة التي تم تسجيل فيها 342 حالة إصابة و48 حالة إصابة جديدة اليوم فقط تأتي بعدها ولاية الجزائر العاصمة تم تسجيل 136 حالة إصابة مؤكدة بـ 11 حالة إصابة جديدة تأتي بعدها ولاية وهران بـ 48 إصابة مؤكدة اليوم فقد تم تسجيل أربع حالات جديدة تأتي بعدها ولاية زيوزو بـ 31 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بحالتين جديدتين وبعدها تأتي ولاية بجاية أيضا بـ 29 حالة إصابة مؤكدة بـ 3 حالات جديدة بعدها ولاية سطيف ولاية سطيف بـ 23 حالة إصابة مؤكدة بـ 4 حالات إصابة جديدة في الـ 24 الساعة الأخيرة فقط وبعدها تأتي ولاية تيبازة أيضا بـ 21 حالة مؤكدة بـ 3 إصابات جديدة وتأتي بعدها ولاية تلمدية التي تم تسجيل فيها 21 حالة إصابة مؤكدة وأربع حالات جديدة بعدها ولاية الوادي واتسوف ب16 حالة مؤكدة حالات جديدة في ولاية واتسوف اليوم بعدها ولاية عين الدفلة ب15 حالة مؤكدة لكورونا فيروس حالتين جديدتين بعدها ولاية تلمسان ب13 حالة إجمالي وحالة واحدة جديدة في ولاية سكيكدا ولاية سكيكدا ب12 حالة مؤكدة وأربع حالات جديدة ولاية برج بعريريج ب11 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس وبعدها ولاية جيجل إجمالية الحالات 11 والحالات الجديدة 7 بعدها ولاية قسنطينة إجمالية الإصابات 11 والحالات الجديدة 3 ولاية مستغانم عشر حالات في الإجمال وحالتين جديدتين ولاية بمرداس عشر حالات في الإجمال وحالة جديدة واحدة ولاية معسكر تسع حالات مؤكدة بحالتين جديدتين في اليوم الأخير فقط ولاية تشلف ثمان حالات في الإجمالي وحالة واحدة جديدة ولاية سيدي بالعباس ثمان حالات في الإجمالي وحالتين جديدتين في ولاية سيدي بالعباس ولاية البويرة سبع حالات في الإجمالي وحالة جديدة واحدة ولاية باثنة ست حالات مؤكدة وأربع حالات جديدة في اليوم الأخير فقط ولاية عنابة ست حالات في الإجمالي ولاية عين تيموشنت خمس حالات فيها الإجمالي إجمالي عدد المصابين وحالتين جديدتين ولاية الجلفة بخمس حالات مؤكدة بثلاث حالات جديدة ولاية أم البواقي بأربع حالات مؤكدة بحالتين جديدتين ولاية سوغهراس أربع حالات في الإجمالي وحالة جديدة واحدة ولاية الطارف أربع حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا ولاية قلمة ثلاث حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا ولاية أدرار ثلاث حالات مؤكدة وحالة واحدة جديدة ولاية غليزان بثلاث حالات في الإجمالي وحالتين جديدتين ولاية بسكرة حالتين مؤكدتين ولاية ورقلة حالتين مؤكدتين حالة واحدة جديدة سلجلة اليوم ولاية خنشلة بحالتين مؤكدتين مصابتين بالفيروس ولاية غردايا حالتين مسجلتين اليوم تم تسجيل حالة جديدة وبعدها ولاية المسيلة بحالة واحدة وبعدها ولاية إليزي بحالة واحدة وولاية الأغواط بحالة واحدة وولاية تيسمسيلت أيضا بحالة واحدة هذه الولايات التي سجلت بها حالة واحدة ميلا بشار تندوف البيض تيارة تبسة تمن راس تنعامة سعيدة هذه الولايات لم تسجل بها حالات طيب مشاهدين اليوم تم تسجيل كما قلت 14 حالة وفاة جديدة موزعة كالتالي تم تسجيل 5 وفايات بالجزائر العاصمة تم تسجيل 3 وفايات بالولايات البوليدة في اليوم الأخير وحالة وفاة واحدة موزعة جغرافيا عبر الولايات التالية ولاية غليزان وفاة واحدة المدية وفاة واحدة تيزيوز وفاة واحدة تيموشنت وفاة واحدة غردايا وفاة واحدة وأم البواقي كذلك تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الـ 24 ساعة الأخيرة الإجمالي 58 حالة وفاة وحالة الإصابة 847 نباس أن نذكر بتصريح مهم جدا ذكره فرار الناتق الرسمي للجنة متابعة انتشار الوباء في الجزائر قال بأنه يتم تسجيل عادة حالات وفاة لكن لا يمكن أن نحصيها مع وفيات كورونا فيروس إلا بعد أن تتأكد اللجنة والمصالح الطبية الرسمية من أن الحالات التي توفيت كانت إيجابية بعد إجراء الفحصات عليها في معهد باستور أو المعاهد الأخرى التي دخلت حيز التنفيذ وحيز الخدمة في عدد من الولايات وبالتالي من هنا تأتي الدقة في رسمية الأرقام التي تقدمها المصالح الرسمية لا يعلن عن حالة الوفاة إلا بعد التأكد من إصابتها بالفيروس مشاهدين هذا فيما يتعلق بالنحية الصحية لكن من الناحية الاجتماعية شاهدنا اليوم مظاهر سلبية جدا العالم كله يتواجد في الحجر الصحية اليوم نتكلم عن أكثر من ثلاثة مليار شخص في العالم في الحجر الصحي اليوم في الجزائر بإشاعة كاذبة ونعلم جيدا هذه الأخبار الكاذبة ما تولده من تغير في السلوكات الاجتماعية وتغير في السلوكات الاستهلاكية إشاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تسببت في مظاهر سلبية جدا محطات الخدمات التي توزع الوقود والبنزينة اليوم كانت ممتلئة عن بكرة أبيها عن آخرها بسبب إشاعة تقول بأن المصالح مصالح وزارة الطاقة أو المصالح التجارية ستغلق محطات التزويد بالوقود هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة قد كذبها وزير التجارة وقد كذبها وزير الطاقة وقد كذبتها المصالح الجماعات المحلية المصالح الداخلية وكذبتها كذلك شركة نفطال لا أساس لها من الصحة التموين موجود المخزونات موجودة بحسب تصريح لوزير الطاقة ولن تغلق وزارة الطاقة وشركة نفطال لن تغلق أي محطة لها بأي ولاية سيتم الالتزام بتوقيت وفق طبيعة الولاية إذا كانت تتواجد في حجر منزلي إجباري سيكون التوقيت توقيت العمل بشكل وإذا كانت هذه الولاية لم يطبق فيها قرار الحجر المنزلي فتستمر هذه المحطات في الاشتغال بشكل طبيعي وفي نفس الأوقات في العادات الطبيعية التموين بالوقود بتأكيد جميع المصالح متوفر فلا داعي للخوف ولا داعي إلى هذه السلوكات وللحديث للتفصيل الأكثر مشاهدين أكيد أنه من غادر المنزل اليوم وسار في شوارع الجزائر العاصمة أو في البوليد أو في عدد من الولايات شاهد بأم عين هذه المظاهر السلبية التي قد تؤثر حتى على الحالة الصحية أتوجه مباشرة إلى زميل على الدين مديني الذي يتواجد بالجزائر العاصمة بواحدة من محطات الخدمات لشركة نفطال بالخروبة نعم تفضل على أهلا وسهلا بك كيف هي الوضعية؟ نحن على بعد دقائق قليلة من بداية تطبيق الحجر المنزلي ماذا عن الطوابير التي شهدناها منذ صباح اليوم بسبب إشاعة لا أسس لها من الصحة نعم يوسف هنا بهذه المحطة بالخروبة على طريق السيار الطابور ربما إن صحة تقديري يصل طوله إلى حوالي 300 متر من خارج المحطة ممتاز على إذا كان ممكن تطلب من المصور إذا كان ممكن تطلب من المصور أن يعرض لنا هذا الطابور إذا كان بإمكانه التقاطه الآن يوسف قوات الشرطة تواجدت بقوة الآن وهي تتصرف مع هذا الطابور قل نوعا ما ولكن مازال أطلب من المصور أن يواجه الكاميرا نحو هذا الطابور وستشاهدون طيب والآن نحن على بعد دقائق قليلة فقط على الدين الآن الجميع مجبر على الدخول إلى منزله هل ترجع هذا الطابور بعد التأكيدات تأكيدات مصالح رسمية بأن التمويل موجود وأن المخزونات موجودة أم السلوك نفسه على الدين نعم يوسف عند وصولنا إلى المحطة يوسف تقربنا من عديد المواطنين الذين كانوا في الطابور سواء داخل المحطة أو خارجها يجيبون نفس السؤال عند سؤالهم لماذا أنتم هنا يقولون بأنهم سمعوا خبرا بأن محطات الوقود ستغلق ابتداء من يوم الغد معنى إشاعة تسببت في كل هذا طيب وماذا ما هي ردة فعلهم بعد سماع التصريحات الرسمية من وزير الطاقة ومن وزارة التجارة بأن هذه المحطات لن تغلق والمخزونات موجودة هل تفاعلوا بشكل إيجابي أم ما زال التوجس والشك بالفعل يوسف بالفعل بعض المواطنين حال وصولهم إلى هنا وتقربهم منا هم من تقربوا منا وتساءلوا عن هذه الطوابير قلنا لهم ألا تعلمون بأن هناك إشاعة مفادوا أن هذه المحطات ستغلق ابتداء من اليوم الغد فكان ردهم إيجابي كما قلت بأنهم سمعوا التكذيبات بأن هذه مجرد إشاعات سواء عبر الإذاعات أو عبر تلفزيونات أو عبر حتى الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن الغالبية يوسف لم تأخذ هذه التصريحات أو هذه التكذيبات على محمل الجد وبقيت مصطفى في هذه الطوابير على اعتبار أن الإشاعة درجة تصديقها على مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة لذلك كانت هذه الطوابير وهذه الحشود هنا إلى غاية حضور قوات الأمن الآن وتفريقهم لأنها إشاعة كما قلنا أشكرك جزيلا شكر على الدين مديني كنت معنا مباشرة من محطة خدمات لشركة نفطال بالخروبة بالجزائر العاصمة شكرا جزيلا لك أتمنى أن يتلقى المشاهدون والمواطنون هذه المعلومة بجدية فإن محطات نفطال وسيوضح ضيفي الكريم كذلك كل ما له علاقة بالتموين بالمخزنات أيضا مشاهدين قبل أن أتطرق بالنقاش إلى هذا الموضوع لبأس أن نتوقف عند بعض القرارات التي صدرت اليوم والتي لها علاقة بالإشاعة ففي هذه المرحلة بالذات لا بد أن يتم التعامل برسمية مع كل المعطيات وكل المعلومات نحن لسنا في مرحلة عادية نحن في مرحلة استثنائية ولا بد أن تكون يكون التعامل الاستثنائي وأن تكون المعلومة مضبوطة ودقيقة وأن لا نصدق أي شيء يقال إلا إذا كان من مصادر رسمية هناك الكثير من الجسور الرسمية التي تقدم معلومات شاهدنا اليوم وزير الطاقة قلت بأنه فند كل هذه الإشاعات بل وأكد بأن المخزونات موجودة للمواد الفترولية ومشتقاتها والدولة لن تغلق هذه المحطات أبدا سيتم التعامل معها بتوقيت سنتطرق إليه بالنقاش كانت كذلك اليوم معلومة من الجوية الجزائرية تعلن فيها تمديد تعليق الرحلات إلى إشعار آخر لم يحدد تاريخ هذا الإشعار وزارة الشؤون الدينية و لجنة الإفتاء كذلك أفتت بأن الإشاعات في الأزمات حرام هكذا كانت الفتوى من لجنة الإفتاء لوزارة الشؤون الدينية وأنها من الإثم والمعاصي ولا يجوز أخذ المعلومات من غير مصادرها اليوم كذلك كانت معلومة وخبر إيجابي من شركة صينية الشركة التي كانت مكلفة بإنجاز الطريق السيار تبرعت بمئة جهاز تنفس اصطناعي للجزائر عن طريق السفارة الجزائرية في الصين وهذا تبرع من هذه الشركة الصينية بمئة جهاز تنفس اصطناعي إلى الجزائر وبالعودة للحديث عن الإشاعة أيضاً تابعنا إشاعات تتعلق بطاقم طبي صيني أتى إلى الجزائر فأين توجه وتوجه هذا الطاقم إلى جهة فلانية وإلى جهة فلانية لكن الحقيقة تقول بأن هذا الطاقم الطبي استقدمته شركة صينية لمواطنين صينيين يشتغلون هنا بالجزائر وبالتالي كل ما تم تدوله من إشاعات وأخبار غير صحيحة فلا أسس له من الصحة وهذه حقيقة المعلومة شركة صينية استقدمت طاقم طبي إلى مواطنها إلى الصينيين الموجودين في الجزائر وعددهم كبير جداً أما عن التجهيزات فقد وضح وزير الصحة اليوم بأنها توجهت إلى ولاية البوليدة عكس ما أثير وبالتالي من هنا يمكن أن نناقش حتى الإشاعات وكيف تؤثر في وضع الأزمات مشاهدين للمناقشة كل ما له علاقة بالتموين باستراتيجيات شركة نافطال في المرحلة المقبلة معي هنا في الأستوديو السيد مصطفى نوري وهو مدير الفرع التجاري لشركة نافطال أهلا وسهلا بك سي مصطفى مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدين الكريم أشكرك جزيل الشكر ومن أجل مناقشة الوضعية الصحية كذلك والبيولوجية فيها الجزائر وفي العالم ككل بعد هذه الإحصائيات الجديدة المتعلقة بكورونافيروس معي عبر خدمة سكايب الدكتور عمر عبد الحميد الرضوان وهو رئيس قسم التخدير وغرف العمليات بمستشفى الهيئة الملكية بالسعودية واستشاري تخدير القلب والأطفال بكندا كذلك سأعود إليه عندما يتوفر الاتصال وسيناقش معنا من الناحية الطبية أبدأ معك سيد مصطفى نوري شاهدنا اليوم قلت سلوكات سلبية من عدد من المواطنين بسبب إشاعة أن شركة نافطال ستغلق محطاتها كيف تردون على هذه الإشاعة وما هي وضعية شركاتكم وفروعكم حقيقة يعني البارح في وسائل التواصل الاجتماعي كانت هناك إشاعة اللي كانت تقول أن نافطال رح تقوم بغلق محطات البنزين تاعة وخاصة في الجزائر العاصمة أولاً احنا كمؤسسة نشجب هالتصرف الغير مسؤول الناس والجهة هذه اللي روجت هذا الخبر معلومة 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 خاطئة يعني الخبر الخاطئ هذا وأنا أصفه بتصرف الغير المسؤول والخاطئ حتى ولو كان يعني اعتبرها هذا الإنسان مزحى أفريل فهي مزحى بائسة بصبغة جنائزية لأن اليوم مع التوافد الكبير اللي قاموا به المواطنين على محطة البنزين ما ناش نستبعدوا احتمال عدوى دع المئات منهم و لا ربما ولا قدر الله العشرات رح تتوفى هاي إشاعة كما هادي كاذبة واش قادر ينتج عنها من نتائج وخيمة اللي رح تتسبب لا ربما ولا قدر الله في وفاة عدة أشخاص ولهذا أعيد الشجب هذا نوع من تصرفات الغير المسؤولة والخطيرة نقول له للحقيقة وشوكين على أرض الواقع اليوم الناس والزبائن تعنا والمواطنين شافوا محطة البنزين مفتوها و هي مفتوها لحد الآن على دقائق من الحذر الحذر التجول اللي يبدأ لساعة السابعة والكاميرات بتاعكم تحقم هذا الشيء نحف إذن الخبر اللي كان يقول بلي يوم الأربعاء تغلق محطة البنزين خبر خاطئ و أنا نسأل كيفاش المواطنين يشوفوا كل محطة مفتوحة وما زال يتوفدوه طيب قبل أن توقف عند فاصلين وسأعطيك الوقت لتوضيح هذه الإشاعة شكرا اليوم ما هي وضعية المحطات موجود البنزين موجود الواقود موجود كل شيء أم هناك نقص من هذا المنبر أنا نأكد للمحطات تعنافطال في الجزائر العاصمة عبر قطراب الوطني مفتوحة وستبقى مفتوحة الوقود متوفر بالكميات اللازمة وبالأنواع اللازمة عبر كل القطر الوطني بما فيها الجزائر العاصمة وللمرحلة القادمة كذلك وللمرحلة القادمة وإحنا وضعنا مخاطط لكل سيناريوهات لقدرها توقع في المرحلة القادمة ممتاز سنناقش خلفيات أخرى فيما يتعلق بهذه الإشاعة وفيما يتعلق بمخططاتكم لهذه الأزمة سيد مصطفى نوري وأعود بعد ذلك كذلك إلى الدكتور عمر عبد الحميد الرضوان من المملكة العربية السعودية لكن أتوقف عند فاصل قصير أريدكم مجددا المشاهدين مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج البلد اليوم للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا وانتشاره في الجزائر في العالم وكذلك عن أزمات ظهرت مزامنة مع هذه الأزمة الطبية أزمات سببها الإشاعة للأسف مثل ما شاهدنا اليوم في عدة شوارع بالجزائر العاصمة وبمحطات للتزويد بالوقود مع فلسوديو السيد مصطفى نوري وهو مدير الفرع التجاري لشركة نفطال كنا قد تحدثنا في الجزء الأول وقد أكد بأن التموين والتزويد موجود بأن المخزونات موجودة مثل ما أكد وزير الطاقة ومثل ما أكدت مصالح أخرى أهلا بك مجددا سيد مصطفى نوري ماذا أعددتم من استراتيجية فيما يتعلق بالتوزيع بالخدمة التجارية لفروعكم لمحطاتكم تزامنا مع هذه الأزمة كيف ستشتغلون؟ شكرا إذن من الوهلاء الأولى والهلاء الأولى بداية هذا التدابير اللي قمت بها الحكومة فيما يخص التفادي بانتشار العدوى من فيروس كوفيد ديزنف نفطال قمت بتشكيل لجان لجان أزمات تسير الأزمات كان لجنة مركزية لترأسها المدير العام وكان لجان جهوية لترأسها المدراء الجهويين وكل هذا اللجان مرتبطة فيما بعضها حتى تتابع وتساير المستجدات في الميدان هذا اللجان تحت قيادة اللجنة المركزية قاموا بوضع سيناريوهات لتسير الأزمة وحتى ناخذ تدابير قبل حصول أو قبل ما يحصل الحجر على سبيل المثال الحجر على ولاية البليدة كنا متوقعينه حوالي عشر يام مقبل أو سبوعين مقبل الحجر على ولاية الجزائر والولاية التسعة كنا متوقعينه الحجر على ولاية أخرى ردما متوقعينه ووضعين سيناريوهات بخططات دقيقة حتى نتفادى أي ندرة في الوقود ولا المواد البترولية بصفة عامة إذن ما هيش استراتيجية لما نتكلم على استراتيجية نتكلم على شيء طويل المدى ولكن هو تكتيك قمنا به تكييف 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 لبرنامج العمل قمنا به وأخذنا كل تدابير لكل المستجدات اللي حصلت واللي قادرت تحصل في المستقبل طيب سكييف وجد معنا الآن جاهز معنا الدكتور عمر نعم دكتور عمر عبد الحميد الرضوان رئيس قسم التخدير وغرف العمليات لمستشفى الهيئة الملكية بالسعودية أهلا وسهلا بك دكتور مسأوك سعيد أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك شكرا شكرا جزيلا وأنت كذلك استشاري تخدير القلب والأطفال الحديث اليوم عن انتشار كورونا فيروس نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر متضرر الآن عن إيطاليا التي بدأت الحالات الجديدة تتناقص في عددها لكن إسبانيا بدأت تسجل أعدادا كبيرة فيما يتعلق بالوفيات وفيما يتعلق بالحالات الجديدة ما هي قراءتك لهذه الأرقام لآخر الإحصائيات المسجلة في العالم ككل والمتعلقة بكورونا فيروس؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الأرقام التي نسمعها اليوم حقيقة هي أرقام صادمة خصوصا في الولايات المتحدة وفي أوروبا هذا العدد الكبير حقيقة من الضحايا في إيطاليا وفي إسبانيا وكذلك حتى في بريطانيا وفرنسا وأمريكا الآن أكبر عدد إصابات حقيقة في الولايات المتحدة وضحايا طبعا الكورونا يعني نشوفها الآن هي أكبر من ضحايا الصين والأخبار القادمة الآن من الولايات المتحدة يتوقع حقيقة أن يصاب أكثر من مليون مواطن أمريكي أو موقيم أمريكي في الولايات المتحدة ويصل عدد الموتى إلى تقريبا من 100 إلى 200 ألف وهو عدد مهول طبعا هذا العدد هو عبارة عن توقعات ممتاز في هذا العدد فقط دكتور عمر دكتور عمر في ندوات صحفية التي يعقدها الرئيس الأمريكي يتحدث دائما عن أرقام مخيفة هو قال في البداية بأنه كان العلماء يتوقعون بأن يتسبب هذا الفيروس في مقتل من مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص عبر العالم وقال بعدها بأن الإجراءات التي تم اتخاذها قد تخفض هذا العقم إلى 200 ألف وفاة بسبب الفيروس على ماذا تعتمد هذه التصريحات؟ إلى أي مدى يمكن أن نعتبرها تصريحات ذات مزداقية من الناحية العلمية؟ أم هي تصريحات سياسية ولها أغراض وأهداف أخرى؟ طبعا غير معروف تماما ولكن دائما المسؤولين الأمريكان يخرجوا حقيقة مع مسؤولين وأطباء من معهد الصحي الأمريكي ومثل الدكتور أنتوني فوسي المعروف حقيقة بمصداقية على مستوى العالم والأرقام لا تكذب الأرقام حقيقة تظهر فعلا أن الفيروس ينتشر انتشار كبير في العالم وكذلك يظهر حقيقة أهمية الإجراءات الاحترازية التي يجب حقيقة على دولنا في الشرق الأوسط أن تهتم بها بشكل كبير الولايات المتحدة حجم الإنفاق الصحي حجم كبير جدا يصرف على كل مقيم ومنقاطن في الولايات المتحدة تقريبا عشر آلاف دولار تقريبا ربع الناتج القومي الأمريكي يذهف للمجال الصحي بينما يمكن في عالمنا العربي يتراوح أعلى دولة ممكنها تنتج مثلا في المملكة العربية السعودية تقريبا في حدود الـ 1200 دولار إلى الشخص وبالتالي نحن نحتاج حقيقة في عالم العربي وفي الشرق الأوسط أن نتخذ الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر من خلال التباعد الاجتماعي من خلال الحجر الصحي من خلال التزام حقيقة بتعليمات الحكومة وتعليمات وزارة الصحة وتعليمات كذلك كل الجهات المعنية ولله الحمد حقيقة في المملكة العربية السعودية هناك التزام كبير حقيقة من المواطنين كذلك هناك إجراءات استباقية من الحكومة المملكة العربية السعودية ما أدى فعلا إلى التحكم في عدد الحالات وتخفيض أثر هذه الجائحة على بلادنا وعلى مواطنين طيب العديد منها إذا تكلمنا عن الدول العربية العديد من هذه الدول اتخذت إجراءات يمكن اعتبارها إلى حد ما استباقية لأن العدد الحالات التي كانت مسجلة كانت ضعيفة ضائلة جدا إذا تكلمنا عن توقيت اتخاذ إجراءات صارمة في إيطاليا فحدث ذلك بعد تسجيل 7000 إصابة فرنسا نفس الشيء هنا في الجزائر مثلا تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالحجر المنزلي في وقت مبكر عندما كانت الجزائر تحسي عدد حالات إصابة منخفض جدا في المملكة العربية السعودية مثلا تم تعليق العمرة وكذلك حديث عن إمكانية تأجيل الحج في وقت مبكر إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإجراءات إذا اتخذت في وقت مبكر في سلامة وحماية الشعوب نعم هذه الإجراءات حقيقة اتخاذها في وقت مبكر له أهمية كبيرة في الحد من الارتفاع الكبير في الإصابات والضحايا كما قلنا أن الوضع الصحي في بلادنا العربية هناك دول عندها إمكانيات صحية كبيرة ولكن أيضا هناك دول عندها إمكانيات صحية متواضعة ولا نريد حقيقة في وقت واحد أن يحصل عندنا ضحايا بالمئات أو بالآلاف لا يستطيع القطاع الصحي استيعابه فهذا هو ما يحاول الجهاز الصحي في كل دولة عربية أن يعمل أن يخفف العب على القطاع الصحي بقدر الإمكان حتى نستطيع معالجة المرضى ونستطيع تفادي أزمات كبيرة من بينها الاستنفاذ في المستخزمات الطبية والعدوية دكتور يبقى معنا فقط دكتور عمر يبقى معنا سنواصل النقاش سأعود إليك لكن قبل ذلك أستمع إلى كذلك إلى تصريحات إلى أراء الدكتور ليس أخاموك وهو عضو في لجنة متابعة انتشار كوفيد 19 في الجزائر هو معي مباشرة عبر الهاتف أهلا وسهلا بك دكتور مرحبا بك أخي أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا على تلبية الدعوة وعلى توصلك معنا أشكرك جزيلا شكر تقديم معلومات للمواطن الجزائري اليوم حاصلة من ناحية الوفيات إلى غاية الآن هي الأثقل تسجيل 14 وفات جديدة في 24 ساعة مع تسجيل 131 حالة إصابة جديدة فصل لنا أكثر في هذه الأرقام وكان معي الدكتور من السعودية يقول بأن على الأقل على المواطنين الآن من أجل مساعدة دولهم من أجل مساعدة حكوماتهم البقاء في بيوتهم على الأقل من أجل تخفيف العبء على الأطباء وعلى المستشفيات نعم شوف أخي البلدان قوية صحيا وقوية اقتصاديا انهارت أمام هذا الوباء الآن الكرة راهي في مرمى الشعوب ما يقول الشعب الجزائري ولكن الشعوب الكل لأن الطبيب على بالكم كي يكون المريض المرضى بداف طبيبي يدير أخطاء وكي يدير أخطاء يقدر يعدي نفسه وكانت هناك هذا حياة للأسف الحاجة الثانية لازم يكون الوعي والحس المدني باش طبيب يركز على الحالات الخطيرة يركز على الناس الكبار في السن الناس الأمراض يقعدش يركز مع الحالات هذه الخصيفة لهذا الإنسان لازم يقعد في بيته حماية له وحماية العائلة وحماية المجتمع ككل الآن نصرم يهضروا على الدواء يهضروا على اللقاح يهضروا على الأسرة الإنعاش إلى آخر الآن الشاب هو المسؤول إذا في مدة شهر إذا كل واحد التزم بالإجراءات إن شاء الله في مدة شهر نقدره نقضيه على الوباء ولكن لازم يكون إرادة الجميع وأنا نرى تحسن وعندما يقولش كيف تحسن فيما يخص الالتزام ولكن ليس للأسف ليس بمئة بالمئة ممتاز دكتور أخامو الملاحظة الآن في الإحصائيات التي تقدمها الجهات الرسمية في الجزائر بداية ارتفاع الحالات المصابة يوميا وارتفاع كذلك في الوفيات هل يعود هذا بتفسير علمي هل يعود هذا إلى توسع انتشار الفيروس في الجزائر أم يعود إلى رفع قدرة التشخيص وقدرة الكشف وقدرة إجراء التحاليل في الجزائر كما نعرف بأن هناك فروع لمعهد باستير قد انطلقت في العمل في عدد من الولايات وهناك مستشفيات سيكون بإمكانها أن تجري هذه الفحصات على مستوها وبالتالي رفع قدرة التشخيص شوف يا أخي في اثنين الإجابتين صحيحة أولا لازم نتعلمه من البلدان الأخرى فرنسا العدد المرضى في فرنسا هو يعادي العدد المرضى في إيطاليا ب أفكان بي كالاجت 11 ميون يعني وش نشوفه في إيطاليا 11 ميون من بعد نشوفه في فرنسا لهذا الفتاع العدد يعني ما نقولوش عادي لأن هذا وباء حفظا لله ولكن كان منتظر كان منتظر ويعني رح يزيد العدد رح يزيد يعني كما يقولوا بالفرنسية مضاعفة مضاعفة ولكن يعني كل ما يكون عدد كبير كل ما يكون عدد وفايات كبير وما تنساوش باللي كان ضغط كبير على فارسطر لهذا كان يعطي حتى ثلاث أيام ربع أيام بش يعطي النتيجة ما تنساوش باللي النتيجة على اليوم هي ممكن مارض عنده ثلاث أيام ونربع أيام دالو نعمل الفحص لهذا رغي يكون الزياد يعني رغي يزيد العدد فيما يخص المخابر الأخرى اللي يتفتحت صح لك الآن يعني الجزائر هي تقدر تدير عدد يعني أكبر من الفحص ولهذا طبيعيا رح يزيدوا عدد العدد الحالات احنا في في طنرات مع مشكلة النقل النقل العينات إلى العينات بعتناها المخبر يعني نشكرهم يعني يعني كتعالنا حالة مشتبه الحمد لله خربة سلبية ولكن يعني الحمد لله اللي تفتحت في ورقلا يعني رغم أنه 1400 كيلومتر ولكن تبقى أسهل أقل من نقلها حتى إلى الجزائر العاصمة نعم نعم لهذا يعني الإجابتين يعني صحيحة مم متاز سؤال أخير دكتور لياس ربما لديك التزامات وحتى نسمح لك بمغادرتنا كيف تتوقع المنحنى المتعلق أو الرسم البياني لانتشار بيروس كورونا في الجزائر في الأيام المقبلة لدينا مظاهر سلمية في المجتمع الجزائري اليوم مثلا قضية إشاعة فيما يتعلق بمحطات الوقود اليوم خلقت لنا طوابير لمتناهية ونحن في مرحلة يجب أن لا نشاهد فيها هذه الطوابير إطلاقا نعم نعم لازم الشعب الجزائري يعرف بأن العدد الحالات سيكتر ويزيد حتى نحقه يعني كي نقوله برثمان فيها لبيك هذا ما نعاوز إن شاء الله يبدو يتنقصه يبدو يتنقصه ولكن الآن ننتظر ارتفاع الحالات وارتفاع العدد الوفيات هذا هو الوباء بصح المنحنة المنحنة الوباء رحيت رحيت يعني نتحكم فيه بالحجر الصحي لا بالدواء ولا باللقاح ولا بإنكانية الشعب الجزائري نعاوز نقوله هو اللي عنده المفتاح فيه المنحنة يقدر يكون يعني الطالع يقدر يكون متوسط المتوسط يعني نحقوله يعني بالوعي للمجتمع الجزائر أشكرك جزيلا شكر دكتور لياش أحموك عضو اللجنة اللجنة الطبية لمراقبة انتشار فيروس كوفيد 19 في الجزائر شكرا جزيلا وبنتوفيق لك ولكل من يعمل على محاصرة هذا الفيروس في الجزائر أعود إليك سيد مصطفى نوري وأنا أعود إلى قضية التزويد بالمواد الطاقوية كنا نتكلم عن تكييف برنامج عملكم مع مستلزمات مقتضاية هذه المرحلة الآن كيف تشتغل هذه الوكلات هذه المحطات التوقيت كيف هو من إلى هو معروف أن المحطات التي تملكها نفطال عادة ما تشتغل 24 ساعة 24 ساعة نعم ولكن في الولايات التي قام فيها حجر وحظر تجوال مثلا من السابعة لسبعة المحطات هذه تشتغل عاديا من السابعة لسبعة ولكن بعد السابعة مساء راح تشتغل مع يعني الناس المرخص لهم أنهم على حسب الناشاط تاعهم وللعامل تاعهم الإسعاف الشرطة اللي عندهم ناشاطات ليلية حيوية اللي عندهم ترخيصات من المصرح الولايات ومحطات تعنا تبقى مفتوحة لهذا ما نحتبعت سبعة مفتوحين مفتوحين إلا لمن يمتلك ترخيص متبعوش الناس اللي عندهم ترخيص يجب احترام حذر التجوال ليخلاص على الساعة سابعة مساء يعني لو فتحنا إذن نحن نشجعوا الناس باش تخرجوا وتملأ ولكن وش هو الهدف من الحجر الصحي هو أن الناس يبقوا أكبر مدة ممكنة في المنازل تاهم ويخرجوا إلا لقضاء الحاجيات الأساسية مخطط عملكم وكذلك فيما يتعلق بالمخزونات لا تتوقعون بأنه قد يتضرر من جراء الأزمة التي شهدناها اليوم أزمة اللوعي عند جزء من المجتمع ربما الناس بزاف جاكم طالب كبير اليوم وتسبب في إنقاص المخزون لا يعني مش رحي تسبب بإنقاص كبير المخزون كبير المخزون شوف نعطيك بعض الأرقاب فضل في قبل بداية هذا يعني قبل بداية هذا التابير اللي قد بها الحكومة كان المخزون تعنا الوطني يتراوح ما بين 60 إلى 65% منذ بداية هذا التدابير نفطال قامت بمخططات للمخزون تعنا اليوم ما ينزل تحت 75% حتى 80% ما رفعته المخزون عن العادي عن الواب على العادي عن المخزون عن الوضع العادي حتى نقدر يعني نصد لكل يعني يعني كل مستجدة لباش ما تخلطوش الحسابات تعنا بالنسبة لمواد الواقود ولا بالنسبة لمدة البريطان يعني القرعة تع الغاز تع المواطن للمخزون تعها ما ينزلش من 85% 90% ولهذا نطمن المواطنين أن نفطال وللجزائر تملك ما ما يكفي من الوقود بالكميات والنوعية لازمة لمدة لمدة اليوم نقدر نقول بلي عندي كون ما نزودش نقدر نشد حتى 18 يوم ولكن غدوة راح تزيد تزود المخزن تعنا وبعد غد لأن المصفات تعنا عبر القطر الوطني في الشرق في الغرب في الوسط وفي الجنوب إنتاجنا نتحكم إنتاجنا نتحكم على البيترول أو يتكرر وراء قد ما يخرج أو يدخل البيترول تعنا ما هو مشكلة يعني نطمن المواطنين أن هذه المواد متوفرة في الجزائر بكمية لازمة وبالنوعية اللي يطلبها المواطن طيب وهناك كذلك ملاحظات تسجل بدون الطوابير التي سجلناها اليوم بش تعمر البنزين في الجزائر أنت مطلق أن تحتك في العديد من المرات كيف تتعاملون هل وضعتم مخططات لمواجهة هذا الوضع معدناش دفع إلكتروني في الجزائر لا احنا في نفطال عندنا الدفع الإلكتروني بإمكانه بإمكانه عندنا الشركات اللي عندها بطاقات إلكترونية بإمكانها تتملأ يعني تعبّ تدفع إلكترونية تدفع الدفع بالبطاقة الإلكترونية ولكن حتى هي تقدر تتنقل من شخص الشخص ولكن في نفطال قمنا بإجراءات احترازية ما هي حتى الزبون لما يدخل محطة البنزين يلقى داخل محطة البنزين مواد معقيمة يعني شخصية ومواد لتعقم الأجهزة تعقيم الأجهزة يقوموا بها العمال تعنا في محطة الخدمات والمواد التعقيم الشخصية يلقاها المواطن أمام مضخة مضخة البنزين للعامل تعنا يعقم بها يديه وحتى المواطن يقدر يستعملها زبون يقدر يستعملها بشي تعقيم اليدين وبهذه الحالة يمكننا تفشي العدوى ولكن لما يكون توافد كبير على المحطات كما صار اليوم مهما تكون الإمكانيات لتوضعها كما قال الأستاذ في ميدان الطب والميدان الاستشفائي لما يكون عدد كبير الغلطة تكون تكون وتفشي العدوى يوصل الإحتمال يكون كبير إن شاء الله ما نشوفوش هذا الطوابير بداية من يوم الغد إن شاء الله لأن كل المعلومات كل الجهات تؤكد بأن البنزين متوفر وسيبقى متوفر طوال المرحلة المقبلة مشاهدين قبل أن نواصل النقاش توقف عند فاصل قصير مستمرون معكم مشاهدين في هذه الحلقة من برنامج جل بلد اليوم البداية بالخبر العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة وتطبيق لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبوني اتخذت الحكومة سلسلة من التدبير الرامية لحماية السكان وذلك منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19 وأوضح البيان أنه من أجل مواصلة الجهود التي بذلت على مدى الأسبوعين الماضيين لمحاولة احتواء وباء فيروس كورونا وإذ يتعين التذكير بأن هذا الفيروس لا ينتقل إلا بفضل تحركات الناس الذين يشجعون انتشاره فقد تم تمديد تدابير الوقاية من الوباء ومكافحته التي قررتها السلطات العمومية لفترة إضافية وعلاوة على الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية فيما يخص تمديد إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات ومؤسساتها التكوين لمدة أسبوعين يضيف البيان فقد مددت التدابير الآتية إلى غاية يوم الأحد التاسع عشر أبريل 2020 وبالتالي تمديد العطلة المدرسية التي انطلقت قبل أيام تدابير أخرى المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الكلية المطبق على ولاية البوليدة تدابير تقييد الحركة المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الجزئي المطبق على ولايات الجزائر وباتنة وتزيوز واستيف وقسنطينا والمدية ووهران وبمرداس والوادي وتيبازا غلق الأماكن التي ستستقبل الجمهور والمحلات التجارية وكذا وقف وسائل النقل نقل المسافرين وقف المنافسات والأنشطة الرياضية وأشار البيان إلى أنه علاوة على ذلك فقد مدد إجراء الحجر الجزئي إلى ولايات جديدة ولاية بيجايا عند دفلة مستغالم وبرج بوعلريج وسيدخل هذا الإجراء حيث التنفيذ ابتداء من يوم الخميس الثاني من أبريل 2020 من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا وذلك إلى غاية يوم التاسع عشر من أبريل 2020 وبالتالي مشاهدين فقد تم تمديد العطلة التي دخلت فيها المدارس والجامعات والمعاهد ودور الحضانة قبل مرحلة قبل أسبوع من الآن وتم تمديد هذه العطلة تم تمديد تعليق الدراسة إلى غاية التاسع عشر من أبريل مع دخول أربع ولايات جديدة إلى قائمة الولايات المتواجدة بالحجر المنزلي هي ولايات برج بوري ريج مستغانم بجايا وعين الدفلة هذه الولايات معنية بداية من يوم الغد بالحجر المنزلي بداية من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا وهذا كله من أجل احتواء أو محاولة احتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 عشان رهنا بك مجددا ضيفي مصطفى نوريا أنت مدير الفرع التجاري لشركة نفطال الآن قرار جديد ونحن بصدد مناقشة مخطط عملكم وتكييفه اليوم في هذه اللحظة بالذات أتى هذا الخبر بداية من غد وليت برج بوري ريج مستغانم بجايا عين الدفلة معنية بالحجر المنزلي كيف ستشتغل وكالاتكم في هذه الولايات إذن ما فيهش حتى مشكل بالنسبة لنا لأن الولايات هذه الربعة اللي ذكرتها برج بوري ريج مستغانم بجايا وعين الدفلة لما نأخذ مثلا وليت برج بوري ريج فهي تبع القطاع التجاري للستيف وستيف روضعها في حجر إذن تدابير اللي ناخذها في استيف رح تنطبق على برج بوري ريج وتوزيع في استيف توزيع في برج بوري ريج متحكم فيه من استيف مستغانم تبع لسيدي بالعباس هو وهران وهران ريج تحت الحجر يعني تحت الحجر الجزئي إذن ما رحش يشكل حتى جهزين جهزين بجايا تبع القطاع التجاري لتيزيوزو وتيزيوزو ريج في الحجر الجزئي إذن نفس الشي رح نبددو البيجايا وأخيرا عند دفلة تبع القطاع التجاري مدية مدية ريج لن يخلق عليكم مشاكل لن يخلق أي مشاكل سيتغير فقط توقيت العمل يتغير توقيت العمل يولي بسبعة لسبعة وهذا من السهل ادحكم فيه ممتاز طيب نحن أو قبل ذلك أتوجه لكي أختم كذلك مع الدكتور عمر عبد الحميد الرضوان رئيس قسم التخدير وغرف العمليات بمستشفى الهيئة الملكية بياسعودية أهلا بك مجددا دكتور سوالي الأخير لك كيف تتوقعون كيف تقرؤون بيانات انتشار فيروس كورونا في العالم في المرحلة المقبلة هناك دول ربما قد وصلت إلى الضروة وبدأ الانخفاض على رأسها إيطاليا إيطاليا بعدما كانت تسجل تقريبا يوميا ثمانية آلاف تسع آلاف حالة جديدة اليوم وأمس وأول أمس سجلت فقط أربعة آلاف حالة جديدة فقط نقول فقط مقارنة بأعداد أخرى لكنها تسجل عدد وفيات مرتفع ثمانمائة وفات تقريبا يوميا كيف تتوقع بيان انتشار فيروس كورونا في المرحلة المقبلة نعم البيان يأخذ حقيقة دورته هذا هذا وباء والوباء يأخذ دورته الطبيعية ودورته الطبيعية الآن في إيطاليا أو في أوروبا هو في الانحسار فاحتمال نحن وصلنا إلى قمة المنحنة ثم بعد ذلك ينحسر الوباء في الولايات المتحدة يتوقع حقيقة أن يأتي القمة المنحنة هذه بعد تقريبا اسبوعين من الآن ويتم الانحسار مع نهاية شهر أبريل وهذه هي طبعا ما تحاول الآن كل الجهات الصحية في كل دول العالم تتحكم بكمية الحالات أو كمية المصابين في الحالات القمة قمة المنحنة فيحاول بقدر الإمكان هو تسطيح هذا المنحنة حتى لا يكون هناك مرضى بعدد هائل وكبير لا يستطيع استيعابهم المستشفيات والقطاع الصحي في أي دولة ووجدنا فعلا أنه هناك دول كبيرة بإمكانيات ضخمة جدا مقارة بدول العربية لم تستطيع حقيقة مواكبة واستيعاب هذه الحالات الكبيرة كذلك هناك نقطة مهمة حقيقة أود أشير لها أنه كثير من المواطنين العرب يسألون حقيقة عن متى سوف يقدم اللقاح لهذا المرض اللقاح حقيقة هناك عدة جهات في العالم ومراكز علمية ومراكز بحوث تقوم بأبحاث سريعة جدا حقيقة لتقديم لقاح لهذا المرض ولكن أكثر المتفائلي في هذه المراكز العلمية يقول لن يكون هناك لقاح قبل منتصف العام القادم 2021 وقد ينتهي هذا الوباء قبل حقيقة أن يكون عندنا لقاح لذلك نحن نعول حقيقة على مساعدة المواطنين والمقيمين في الدول العربية وفي العالم كله لكي يتجنبوا هذا الوباء باتباع الصارم للإجراءات الاحترازية هذا هو الحل الوحيد شكرا أشكرك جزيلا شكرا دكتور عمر عبد الحميد الرضوان رئيس قسم التخدير وغرف العمليات بمستشفى الهيئة الملكية بالسعودية وانت استشاري تخدير القلب والأطفال كذلك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا على هذه النصائح على هذه التحليل التي قدمتها شكرا جزيلا كما كنتم تستمعون هناك إجماع عالمي مشاهدين على أن الطريقة الوحيدة لمحاربة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 للمستشفيات بتجهيزاتها ولا الدول بتكنولوجياتها وبعظمتها وبقوتها وإنما بالشعوب الأمر مترك للشعوب ومدى التزامها بالحجر المنزلي فإذا استطاعت هذه الشعوب أن تحجر على نفسها منزليا فسيكون بإمكان الدول أن تحتوي الفيروس أم إذا كان السلوك غير ذلك فلا يمكن لأي دولة في العالم وشاهدنا أمريكا مثلا التي تتكلم عن واقعها الصحي بسلبية كبيرة وبالتالي القضية ليس لها علاقة بالتجهيزات أعود إليك أستاذ مصطفى نوري الآن فيما يتعلق بالتموين بالاستهلاك نحن في مرحلة توقيف العمل أو توقيف الحافلات وتوقيف حافلات نقل المسافرين يفترض بأن هذه المرحلة المخزونات ترتفع والطلب على البنزين على الوقود ينخفض لأن هذه الحافلات تستهلك وقود كبير هي اليوم لا تشتغل فلماذا ظهرت هذه الأزمة اليوم وهذا ما يحصل بالفعل لأنه بعد القرار بمنع الحافلات من التنقل وحتى تنقلات المواطنين محدودة جدا وحتى تنقلات المواطنين من كل المؤسسات العمومية والمؤسسات اللي عندها إدارات التنقل نقص بطبيعة الحال اليوم نحن نلاحظ أن الاستهلاك القصب حوالي 50% وهذا ما يزيد في مستوى المخزون وهذا ما يزيد يأكد أن هذه المادة والمواد البترولية رأي متوفرة ومتوفرة بصفة بكميات كبيرة الاستهلاك نقص من بداية هذا التدابير الحجر إلى اليوم حوالي 50% وكل هذا سيكون في المخزون والمخزون الاستراتيجي معناها الانخفاض الذي سجل في المرحلة السابقة من حركة للحافلات ولمواطنين سبب في ارتفاع مخزون شركة نفطة بالفعل النقص في الاستهلاك يزيد في مستوى المخزون وهذا شيء طبيعي كيف ستتعاملون مستقبلا مع إمكانية ظهور إشاعات أخرى هل أعددتهم برنامجا هل أعددتهم مخططا استراتيجية لأن المرحلة الحالية ربما ستظهر فيها إشاعات ونحن لا نتمنى ذلك وأكيد ستكون هناك عقوبات من الأجهزة الأمنية نتمنى ذلك حقيقة لأن تصدي الإشاعات هي مسؤولية الجميع وأول مسؤولية مسؤولية المواطنين لأن المواطن لازم يجلب المعلومة من الجهة الرسمية يقول إذا جاءكم فاسقون بنبأين فتبينوه لازم نتبينوا النبأ ونتبينوا المعلومة وكان جهات رسمية كان جهات اللي نقدروا نجيبوهم من هالنبأ يعني بصيفة سهلة وعادية النفطال راح تزيد تكثف من الاتصال تحب المواطنين ولكن يجب على وسائل الإعلام وراء يتقوم به حاليا أن تكثف كذلك حتى المواطن ملجأش لهذه الوسائل لقدر يعني تنتج عنها فوضى كما انتج اليوم طيب نعم مشاهدين نباس نلقي نظرة على آخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في العالم ككل نذكر بالأرقام المسجلة اليوم في الجزائر الجهة الرسمية الوحيدة التي تصدر هذه الأرقام والإحصائيات يوميا في حدود الساعة الخامسة وهي اللجنة المتابعة لانتشار كوفيد 19 في الجزائر قد أعلنت عن تسجيل 131 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع الإجمالي إلى 847 حالة مؤكدة أما عن حالات الوفيات فقد ارتفع الإجمالي إلى 58 حالة مع تسجيل 14 حالة وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة في العالم الأرقام تتضاعف الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم أكبر دولة متضررة من انتشار الفيروس نحن نقترب بشدة من المليون مصاب في العالم 919 ألف مصاب بالفيروس في العالم عدد الوفيات في العالم هو 46 ألف ومئة وستين واربعين حالة وعدد حالة الشفاء كذلك مرتفع هو 195 ألف ومئتين وواحد واربعين حالة شفيت بعدما أصيبت بالفيروس في وقت سابق فيما يتعلق بترتيب الدول في الولايات المتحدة الأمريكية 205 ألف مصاب وارتفاع كبير جدا عدد الوفيات هو 4528 وفات من جراء الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا تسجل 110 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس والوفيات 13155 حالة وفات إسبانيا 100 ألف حالة إصابة وتسعة ألاف حالة وفات الصين تأتي في درجة رابعة فيما يتعلق بعدد الإصابات لكنها في درجة خامسة فيما يتعلق بالوفيات أكبر الدول التي تحصي عدد وفيات هي إيطاليا أولا وبعدها إسبانيا وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها فرنسا بأربعة ألاف حالة وفات و56 ألف حالة إصابة وبعدها تأتي الصين ب3312 حالة وفات لكن بعدد إصابات يقدر ب81 ألف إصابة ألمانيا هي الأخرى تقترب من الصين فيما يتعلق بعدد الإصابات 77 ألف و481 حالة إصابة وبعدها إيران ب47 ألف بريطانيا تسجل عدد كبير من الوفيات 2352 بعدها سويسرا بعدها تركيا وبلجيكا وهولندا والنمسا في الصف الأول كما تبعتم معنا طوال المرحلة السابقة كانت الجزائر تتواجد في أقصى الجدول المتحرك الذي يظهر عدد الحالات في دول وهو يتحرك باستمرار اليوم الجزائر انتقلت إلى الجدول الثابت وهي تحصي 847 حالة و58 حالة وفاة هذه الوضعية مشاهدين في العالم لانتشار كورونا فيروس القضية كما قلنا لا تتعلق لا بالتجهيزات ولا بالتكنولوجيات وإنما بمدى التزام الشعوب بإجراءات الحجر المنزلي والجميع يجمع على أن انفلات الوضع في إيطاليا كان سببه الاستهتار وعدم الالتزام بالحجر المنزلي في الختام أستاذ مصطفى نوري ماذا توجه من رسالة إلى المواطنين إلى زبائن شركات نفط في الختام نقوم بطمأنة مواطنين من توفر المواد البترولية بكل أنواعها وبالكميات اللازمة في كل مناطق الوطن إذن ننصحهم بعدم تهافت على محطة الخدمات وهكذا يتوجدوا في مساحة صغيرة ويقدروا يزيدوا في احتمال العدوى نظن أن اليوم أكثر من أي وقت ماذا يجب أن نتحل بذكاء جماعي وعي جماعي لازم حركة تضامنية شعبية يكون شعارها الحس الوعقائي وهو السلاح الأوحد لكسب المعركة الصحية الضارية لا يتقوم بثقل على اليوميات الاجتماعية والاقتصادية ننصح المواطنين والزبائن تانا بالتحلي بأكثر وعي حتى نقدر نخرج من هذه الأزمة في أكرب وقت ونعود للحالة العادية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد أشكرك جزيلا شكر سيد مصطفى نوري مدير الفرع التجاري شركة نافطال شكرا جزيلا على كل ما قدمته لنا من معلومات ومن نصائح أيضا شكرا جزيلا شكرا شكر موصول كذلك للدكتور لياس أخاموك وهو عضو لجنة متابعة انتشار كوفي 19 في الجزائر الذي كان معنا عبر الهاتف مباشرة وشكر كذلك للدكتور عمر عبد الحميد الرضوار رئيس قسم التخدير وغرف العمليات بمستشفى الهيئة الملكية بالسعودية لرفقنا عبر سكايب في النقاش أيضا كل شكر للزملاء التقنيين وفي التحرير أيضا المشرفين على البرنامج والشكر كل الشكر لكم مشاهدين على المتابعة ونتمنى بأن يأخذ أكبر عدد من المواطنين الجزائريين هذه المعلومات بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتموين وفيما يتعلق بكل المواد الاستهلاكية فقد أكدت وزارة التجارة بأنها ستكون متوفرة فيما يتعلق بمواد الوقود والبترول ومشتقاته فقد أكدت وزارة الطاقة بأنها متوفرة وأكد ضيفي هنا من شركة نفطل بأنها متوفرة وستكون متوفرة لباقي الأيام وبالتالي يجب أن يتحل المواطن الجزائري الآن بسلوك مسؤول أكبر شكرا لكم ألقاكم بخير السلام عليكم